موسيقى السلام عليكم بعد ما تكلمنا في المحاضرة السابقة كيفية حساب التاريخ العلاوة أو تاريخ استحقاق العلاوة ونعمل في هذه المحاضرة التنبيهات الخاصة باستحقاق العلاوة وقرب استحقاق العلاوة طبعا في البداية رح نعمل خلايا مساعدة هذه الخلايا المساعدة رح نخفيها لاحقا فقط رح تسهلنا العمليات من ضمن هذه الخلايا المساعدة في هذه الخلية رح نضيف تاريخ اليوم اللي هو يساوي today enter هذا طبعا تاريخ اليوم في هذه الخلية رح نعمل المعادلة الخاصة باستحقاق العلاوة طبعا رح نستخدم الدالة and نروح على صيغ ونجي على منطقي ونختار الدالة and طيب عدنا شرطين شرط الأول حتى يطينا استحقاق لابد أنه الشهر الخاص بتاريخ استحقاق العلاوة يساوي الشهر الخاص بتاريخ الآن يعني شهر أربعة وتاريخ الآن شهر أربعة الشرط الثاني أنه السنة الخاصة بتاريخ استحقاق العلاوة تساوي السنة الخاصة بتاريخ الآن يعني إحنا كن لازم شهر التاسع و2019 وهنانا التاريخ أيضا شهر التاسع 2019 رح يطينا استحقاق العلاوة في البداية رح نصنع الدالة رح نكتب month m o n t h month نفتح قوس هذه الدالة يساوي month اللي هو تاريخ استحقاق العلاوة month هذه التاريخ الآن يساوي المونت الخاص باستحقاق العلاوة بنفس الطريقة شرط الثاني اللي هو الyear e-a-o-a-e-r تاريخ الآن يساوي year تاريخ استحقاق العلاوة يعني تاريخ الآن الشهر يساوي الشهر والسنة يساوي السنة فبالتالي رح يطينا true اجي على اوكي تمام فقط عدنا اهنانا نصحح الدالة year اسف e-a-r واهنانا ايضا e-a تمام جدا ومن ثم enter اهنان انطانع false ليش لين الشهر ما يساوي الشهر والسنة ما تساوي السنة طيب طيب رح نسوى handle للبقية نجي ايضا handle للبقية وراح نغير مثلا اهنانا واحد تسعة فبالتالي اهنانا نطانع true اي انه انه استحق العلاوة ليش ان احنا هسا في شهر التاسع 2019 اي ان شهر التسعة يساوي كده نكبر شوي شهر التاسع يساوي شهر التاسع والسنة تساوي السنة رح يطينا true اهنانا الشهر لا يساوي الشهر والسنة تساوي السنة بالتالي رح يطينا false طبعا الدال لان تلابد انه شرطين يتحققن هذا طبعا فيما يخص التنبيه الخاص باستحقاق العلاوة نجي نصنع التنبيه الخاص بقرب استحقاق العلاوة طبعا ايضا نروح اهنانا على الداء طبعا هنا ممكن نسمي استحقاق العلاوة وهنانا قرب استحقاق العلاوة طيب نروح على الدالة انت اللي هي موجودة بالفئة منطقي طبعا عندنا الدالة التالية اللي نستخدمها بالقرب طبعا الفكرة هي لو اجينا لهذا التاريخ اللي هو تاريخ استحقاق العلاوة طرحنا من عنده هذا التاريخ اللي هو تاريخ الان وكان المجموع وكان المجموع اصغر اصغر من 30 يعني هذا التاريخ التاريخ الاستحقاق ناقصا هذا التاريخ وكان المجموع اصغر من 30 يعني اقل من شهر بشرط انه تاريخ الان اصغر من تاريخ الاستحقاق يعني يعني لابد انه هذا التاريخ اللي هو تاريخ الاستحقاق اقل من تاريخ اليوم بشهر يعني قبل شهر شرط انه هذا التاريخ هو اصغر من هذا التاريخ يعني حتى ليصر عندنا تعارض بين التاريخين وبالتالي موافق طبعا نسوي هاندل للبقية نجرب مثلا هنا نخلي واحد عشرة وطبعا بالتالي انه عندنا واحد عشرة اللي هي اقل من الاثنين وعشرين اللي هو تاريخ الان وبالتالي رح يطيني الترو طبعا المعادلة سهلة جدا اذا ما فهمتوها بامكانكم ان تعيدوها او نقلوها نصا معادلة بسيطة جدا طيب بما انه نصنعنا المعادلتين رح نجي نصنع التنبيه الحقيقي طبعا نجي الى هذه الخلية كلك ايمن ونروح على ادراج الآن رح نصنع التنبيه الحقيقي طبعا التنبيه الحقيقي اصبح بسيط نضغط على هذه الخلية اللي رح يصير هنانا تنبيه رح نسميها تنبيه العلاوات طيب اهنا نجي بهذه الخلية طبعا نروح على منطقي ونجي على اف ورح نجي نطبق المعادلة التالية الشرط اذا كان هذه الخلية تساوي true t r u e رح يطينا يستحق يستحق العلاوة وإذا لا مو true false طبعا رح تضطينا شرط آخر فنرجع نضغط على هذه الـ F اللي هنا الشرط الآخر هو لقرب استحقاق العلاوة إذا كانت هذه إذا كانت هذه الخلية تساوي تي آر يو إي إذا كانت تساوينا true رح يضطينا قريبا قريبا يستحق العلاوة وإذا لا رح يضطينا فراغ ومن ثم موافق رح نجي نصنع هاندل للأسفل طبعا هنا نطعنا قريبا يستحق العلاوة طبعا خلي نطبق شرط مثلا عدنا هنا المنتسب سلام مثلا رح نخلي التاريخ هو واحد تسعة أوكي رح يستحق بشهر الخامس لنعدة كتب شكر مثلا نخلي واحد مثلا اثنعش بشهر الثامن نخلي مثلا واحد واحد ألفين وتسعة عشر رح يضطينا يستحق العلاوة يبقى التنسيق الشرطي نحدد هذه الخلية ونروح على الصفحة الرئيسية التنسيق الشرطي قواعد تمييز الخلايا والنص المتضمن رح نكتب هنا يستحق العلاوة نجي إلى هذه الخلية تنسيق مخصص ونروح على تعبئة وطبعا رح يضطينا لون أحمر والخط رح يضطينا لون أصفر ومن ثم موافق ومن ثم موافق طبعا فقط هنانا لدينا خلل لغوي بهذه الخلية نجي مثلا هنا نضيف حرف ح ومن ثم موافق طبعا هنا لدينا يستحق العلاوة طبعا أكيد في هذه الخلية لازم نسوي هاندل للبقية جيد عدنا تنسيق الشرطي آخر تنسيق شرطي آخر قواعد تمييز الخلايا اللي هو النص المتضمن ورح نجي نكتب قريبا يستحق العلاوة رح يضطينا تنسيق آخر اللي هو رح يكون باللون الأصفر ومن ثم موافق وطبعا فقط ممكن نضيف نضيف الحدود أو نضيف الخط من تعبئة الشكل رح نختار اللون الأصفر والخط رح نضي لون أسود ومن ثم موافق ومن ثم موافق طبعا إذا نلاحظ أنه هذه الخلايا إذا نضيف لها حدود ومن ثم كافة الحدود نلاحظ أنه التنبيه أصبح جاهز هذه الخلايا اللي هي خلايا مساعدة ممكن ننطيها إخفاء طبعا شرط أنه متنها ذفلين هذه المعادلات معتمدة عليها فننطيها إخفاء وبالتالي طبعا رح يصير عندنا تنبيه دايناميك لو عندنا المنتسب سلام مثلا تعدى شهر مثلا رح يكون شهر الثاني رح يطين قريبا لاستحقاق العلاوة ولو وصل للفترة اللي هي مثلا شهر الواحد رح يطين يستحق العلاوة ولو تعدى الفترة بزمن كبير مثلا أكثر من شهر رح يلغى التنبيه نلاحظ أنه العملية بسيطة جدا فقط تحتاج بعض التركيز وطبعا ممارسة بسيطة رح نفتهم الفكرة بكاملة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى